موسيقى حلقة جديدة من سبورتيفة لهذا اليوم نحييكم مشاهدين ونرحب بكم من خلالها وإليكم أبرز ما فيها المدينة والخمس ينهيان المشاركة في النسخة الحالية من الدور الممتاز في كاس ليبيا لكرة القدم داخل الصلاة الأخضر والآلبن غازي يلتقيان للمباراة النهائية موسيقى ليبيا تحقق أول ذابية في تفتاح مشاركتها في ملتقى مراكش الدولي لألعاب القوى للأشخاص ذوي الإحاقة موسيقى حقق فريق المدينة الفوز مساء اليوم أمام ضيفه الخمس بهدفين أو بثلاثة أهداف لهدف على ملعب طرابلوس الدولي ضمن ختام منافسات مباريات للمجموعة الرابعة من الدور الممتاز لكرة القدم المدينة كان المبادر بالتهديف بعد مرور نصف ساعة من انطلاق المباراة افتتح حسون لازمرلي النتيجة بعدها بدقائق وقبل انتهاء الشوط الأول عدل الخمس النتيجة عبر عبس لام بوكراع وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني أضاف المدينة هدف الفوز عبر محمود البعيشي وفي الدقائق البديلة من الشوط الثاني أحرز المدينة هدفه الثالث عبر صهيب البوش ليختتم بذلك الحواة موسمهما الحالي في المركز الثاني للمجموعة الرابعة فيما اختتم الخمس مشاركته في المرتبة الرابعة وفي منافسات المجموعة الرابعة حيث تعادل باللشر مع نظيره رفيق سلبيا في المباراة التي جرت بملعب مصراتة ليبقى رفيق في دائرة المنافسة على البقاء ويخوض منافسات تفادي الهبوط بينما غادر باللشر مصاف الدور الممتاز لكرة القدم ومن ناحية أخرى تعادل الوحدة مع جاريه المحل بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى النقطة السادسة عشر في المركز الثالث فيما وصل المحل إلى النقطة العاشرة في المركز السادس ويبقى في منافسات الدور الممتاز الموسم القادم هذه كرة باهية كرة زاهية ولكن الكرة بعدها أحمد الزناد يبحث عن كرة طويلة عن كرة رأسية خطيرة مرة مرة أولى خطيرة لكن استدمت بدفاع فريق رفيق نبقى مشاهدين في منافسات الكاس حيث يقام هذه الأثناء لقاء يجمع فريقي الأخضر والاتحاد على ملعب بنينا ضمن مباريات ربعي نهائي المسابقة وتشير النتيجة حتى هذه اللحظة بتقدم فريق الاتحاد بهدفين لهدف وهذا أمامك مشاهدين هدف فريق الأخضر في هذه المباراة الجدير عن طريق اللعب مماد جدير بالذكر مشاهدين أن من سيتأهل من هذا اللقاء سيواجه المتأهل من مباراة الأهل طرابلس مع المحلة في الدور القادم فاز فريق الأخضر على فريق السوحلي بثلاثة أهداف المقامل هدف واحد في نصف نهائي كاس ليبيا لكرة القدم داخل الصلاة في المباراة التي جرت بالقاعة الرياضية بالبيضة وبهذا الفوز تأهل الأخضر المباراة النهائية التي سيقابل فيها فريق الأهل بن غازي الذي فاز بدوره على فريق الاتحاد بركلة الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين مقابل هدفين وسيلعب اللقاء النهائي يوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف إلى خبر آخر حيث وافقت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد لبيا لكرة القدم على تأجيل قرعة وانطلاق منافسات التتويج وتفاد الهبوط إلى حين انتهاء الاتحاد الليبي من التواصل مع الاتحاد العربي القرعة كان من المخرر سحبها يوم أمس غير أن الاتحاد الليبي تلقى رسالة رسمية من الاتحاد العربي مفادها اختيار وإضافة فريقية الاتحاد لالي بن غازي للمشاركة في تصفيقات بطولة الأندية العربية التي ستنطلق في التاسع عشر من الشهر المقبل وينتظر في حالة مشاركة الفرق في تصفيات الأندية العربية أن يتم تأجيل منافسات الدور الرباعي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك طريقة اختيار الاتحاد العربي كانت بطريقة منه بمراسلة بدون مراسلة من الاتحاد الليبي أنا أقصد في الاختيار ولكن نحن رأينا كاتحاد كورة لأن الاتحاد كورة واجبنا ودور الاتحاد كورة وتنظيم المسابقات والإشراف عليها لتطوير كورة القدم في ليبي لما تجي مشاركة مثل هذه نحتبرها فرصة للفريق ليشارك بشي يطور من نفسه فهذا مكسب لكورة الليبية لما تكون عندنا تشارك في بطولات خارجية سواء عربية أو أفريقية هذا نحن كاتحاد كورة لا نمانع إذا منعنا نحن نكون أشراكنا في عدم تطور الكورة في ليبيا يتواجه المنتخب الوطني للشباب لكورة القدم اليوم للإسكندرية لخوض مبارتين وديتين مع نظيره المصري استعدادا لمباراته أمام منتخب بوركينفاسو في تصفيات بطولة إفريقيا للشباب المنتخب الذي يدربه عياد الجاضي كان قد دخل في معسكر الإعداد تواصل لعشرة أيام في ترابلس لعباء خلاله مبارتين وديتين أمام فريقي المحل والشط وسيلاقي منتخبنا منتخب بوركينفاسو في ذهاب التصفيات خلال الأيام من 11 إلى 13 من مايو المقبل فيما سيكون لقاء الإياب ببوركينفاسو خلال الأيام من 18 إلى 20 من الشهر نفسه كلفت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكورة القدم الحكم الليبيا السابق جمال بي لمراقبة القمة الإفريقية بين الأهل المصري والترجية التونسية التي ستقام على ملعب برج العرب الإسكندالية في منافسات دور المجموعات من دور أبطال أندية إفريقيا وسيتوسط الفريقين تقم تحكيم يقوده الحكم السنغالي مانك ديديهيو صحبة مواطنيها المساعدين تشيبري كاميرا والحاج مالك مساعدا ثانيا فيما كلف عيسى سي بمهمة الحكم الرابع إشاروا إلى أن المباراة ستقام في الرابع من الشارع المقبل في ملعب برج العرب صدف يوم أمس الذكرى السادس والخمسي لتأسيس اللجنة الأولمبية الليبية التي تأسست في عام 62 من القرن الماضي وعلى هامش هذه الذكرى قال رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق قال أنه يجب على الجميع التكاثف لإنجاح بسيرة اللجنة داعينا الجهات الرسمية ذات العلاقة في الدولة للالتزام بوعودها في دعم اللجنة الأولمبية حتى تستطيع القيام بدورها على الوجه الأكمل يستعد فريق التحدي طمينا للمشاركة في الدورة الدولية لكرة القدم المصغرة التي ستقام في بيلاروسيا مطلع الشهر مايو المقبل وكثف الفريق من تحضيراته بقيادة مدربه عبد البسط العكروت بغية ظهوره بشكل جيد خلال مشاركته في منافسات البطولة التي ستشارك فيها عدة فرق تمثل مختلف دول العالم ويشارك التحدي في هذه البطولة باعتباره بطل أول نسخة على مستوى البلاد في الكرة المصغرة سبورتيفا متواصل مجاهدين وتتابعون فيه بعد حوار اليوم بعد إقالته من تدريب المنتخب الياباني خليل الزيتش يعبر عن خيبة أمله لعدم معرفته أسباب الإقالة اشتركوا في القناة يسلمهم القدر بعد وفاة والدتهم إلى خالهم الذي يحاول في كل مرة النصب والاحتيال على مراثهم الفلوس تغير نفوس مسلسل درامي في قالب كوميدي قريبا في رمضان أهلا بكم مجددا مشاهدين حيث وصل فريق الأهل طرابلوس سلسلة انتصاراته في مرحلة إياب نهائيات الدور الليبي لكرة السلة بانتصاره على جاره المدينة بـ 75 مقابل 65 في الجولة الرابعة بقاعة طرابلوس من جهاته وفي نفس القاعة حسم فريق النصر نتيجة كلاسيكو بنغازي بتفوقه على جاره الأهل بنغازي بينما يقابل الاتحاد فريق الشباب العربي في آخر مواجهات الجولة هذا وستكون مباراة الغد بين الأهل طرابلوس والنصر المباراة الفاصلة التي سيتم من خلالها التعرف على من سيحقق لقب النسخة الحالية من الدولة حول نتائج النهائيات مشاهدين وتحليل المباراة ينضم إلينا عبر الأخمار الاصطناعية أو عبر الهاتف عفوا من طرابلوس الصحفي الرياضي المتابع لأخبار كرة السلة رمضان لحراري سيد لحراري بداية أهلا بك هل وصلت كرة السلة الليبية لأعلى مستوياتها على صعيد البطولة من خلال هذين التجمعين أهلا بك أخير عبد الحكيم المفضل من الموسم الحالي تتعرف أن الدولي كان بتوقف لمدة موسمية وقتين جيل الدولي كان هناك رقود على صعيد المسابقة وتدمي خبستو في خطني الدولة تتحاوض أن الأندي كانت تمرهد ورسابة لكي اتخاذ الليب بعد انتخاذ اتخاذ الجديد وتشكيلة حالية حاول أن يتأخذ لنا جديد ويدفع بلعدة نحوال الأوضل والحمد لله يعني وصلنا إلى مرحلة نجد نقول بأن القرط السلة عادة الخوام الجديد والموسم القادم والموسم القادم لا سنشفط لدما ارتفاع في مستوى الفني مستوى الفني مغادر في الواقع المغاروات الحنية والمهايات الحنية نجد نقول أنه متوسط معا ما ما يوجد يعني مستوى عالي كما توقع لكن التفائل دائما يقوم حاضره موجود ونحن على الأقل مبترجين بضخ الدماء في هذه النهارة وحيائها من جديد وعليكها إلى هذا الشكل من شخصينا في هذا التمويد الموجود طيب سيد الحراري حتى الآن كيف تقيم أداء الفرق في هذه النهائيات وهل تطورت عقلية اللاعب الليبي من خلال رتم المباريات العالي في بعضها في الواقع هناك صعود جفاء العديم المضانيين على صعيد المضانيات المجمعة خاصة في عملية الأداء البدني نرى أن الأداء البدني نوال نوعناه تحت المتوسط لكل الفرق مشاركة لكن على صعيد الأداء نجد نقول أن الأداء نوعناه تزاعد مع هذا النظام المضاني بالنهائيات التجمع وهو وقع مباريات الأمرياء المتباعدة وأنتجها حتى من المدردين بالتالي نحاول نصلاه بالعقلية للسادقة التي كانت مباريات متباعدة وخطرات الراحة طويلة في المدردات العربية ومترات الأجرسية دائما يتقار مباريات مجمعة بالتالي اللاعب الليبي عندما يخرج نسائك على صعود صلاة واندية فيواجه هذا الندعم من الشبكات فقط نعيد اللاعب اللاعب الليل لنا الآن على هذا الرقم العالي وهذا النسط العالي في وقت قصير وفي اليوم معدودة وفي أداء نجود بدني عالي والحمد لله نحن نقول أنه في جامعة الأنبياء وفي فرق كان فيه تجامع وفي مستوى كان في هذا الجامع كان ردة كان من كل الفرق وفرق المضانيين طيب من خلال البطولة الحالية أو مرحلة التتويج تبعنا ظهور المحترفين هل كان أداءهم أعلى فنية من اللاعب الليبي في الحقيقة وملاحظاتنا هذه قلنا عن بداية المرحلة الأولى اللي كانت في بغاري المحترفين متلوش في النشط والأطلوب لأن المواقع كل اللي أعبير في الخارج أنهم متلوشون بيانجي في اللاعب الجيد محتبة فينا لأنهم يجعون الآن للداريين أغلبهم يعني هاي مرتبطين أمين هم كان متوقفين في أربعة وحدش سور وشتة سور وفي المتوقف في مرتبط نشنين فلالتالي لما قد نشط في إضافة اللي كنا نتوقعها اللاعب الليدي لذلك أحسائياتها أفضل من اللاعب الليجندي رغم أن أداهم كلاعبين جانب ولاعبين مختلفين كانت فيه نعم المحارة العالية ونعم المتعى وفردة ولكن على سعيد المحشائيات سكانت تحسائيات اللاعب الليدي المتفوطة بالتالي من سوف خرم اللاعب الليدي من نفس الشر على فرشة اللاعب وطيخة الفرصة من اللاعب الليدي أولا في مشتر اللاعب الليدي أصمع تمنحنا في المواقف القادمة للتالي الاتخاذ معنا جالز الاستعامة من العظيم مختلفين في الدولة أن يكون الانتبادات تكون على مشتر عالي حتى وراء من مشتر اللاعب الليدي موضوع مهم وبحديثك على الفرصة يعني الفرصة الآن بدت متاح أمام مسؤولي كرة سلال اختيار عناصر المنتخب هل هذا الأمر وارد حاليا منها لن يتحقق في الفترة المقبلة لا لا الاتحال الليدي من جهة المنتخبات لجهة اللاعب السابس خطوة أفراج السنوشي وتم تكلف الشيطان في منطق الطراز في المرحلة الأولى وعيد حتى في المراحلة التلاتي الشارقة في التصليات والمرحلة المزيدة في طراز سيتم انشاء الله افتيار بقية العراس وسنكون في تجمع في المفترة الكادمة للمشاركة في بعض البطلات والدورات الهدية اللي سيتم الشدعاء المنتخب الليدي عن شراء الناس في خطر قريب القاتل نعم صحف الرياضي المتخصص في متابعة أخبار كرة السلة رمضان لحراري كنت معي عبر الهاتف من طرف للشكرا جزيلا لك عالميا حيث تأهل فريق نيوكاسل جيتس لنهائي الدور الأسرالي لكرة القدم بعد فوزه في نصف النهائي على ميلبورن سيتي بهدفين مقابلة هدف واحد ميلبورن حول فرصته الأولى في دقيقة 14 إلى هدف عن طريق برونو فرون أورولي وفي الشوط الثاني سجل ريلي مكري هدف التعادل لنيوكاسل بطريقة استعرضية قبل أن يضيف تشيسون هوفمان هدف الفوز لنيوكاسل في دقيقة الخامسة وسيلاقي الأخير في النهائي الفائز لمواجهة سيدني مع ميلبورن فيكتوري في المباراة التي تقام يوم غدا اكتصح كروتيرو ضيفه أتشيلي يونيفرس سيداد دا دي أتشيلي بسبعة أهداف نظيفة ضمن منافسات كأس لبرتدورس لكرة القدم هيمن كرويزو البرازيلي بالكامل على المباراة حيث تناوب على تشجيل السبعية تياغونيفيز من ركاتي جزاء ورافينيا وجورجيان دي أراسكايتا وساسا سجل وحده ثلاثية في هذه المباراة قبل أن يختتم رافيل سوبيس مهرجان الأهداف في دقيقة الحديثة والثبانين يشارع إلى أن الفريقة تشولية أكمل المباراة منقوصا من لاعبين بعد تعمدهما الخشوط عبر مدرب منتخب اليابان السابق لكرة القدم وحيد خليل جيتش عن خيبة أمله بعد أيقالته من تدريب المنتخب وقال المدرب أن سبب إقالته لم يكن صعوبة التواصل مع اللاعبين وأنه لا يفهم السبب الحقيقي للإقالة قبل شهرين من نهائيات كأس العالم في روسيا وكان اتحاد اللعبة في اليابان أقل المدرب في السابع من أبريل واستبدله بالمدرب أكيرا نيشينو معلنا أن سبب إقالته يعود إلى فشله في التواصل مع اللاعبين الذين فقدوا الثقة به ختام سبورتيفا إلى اللقاء اشتركوا في القناة